لذلك إياك والتأخر التأخر شؤم سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه دايما يقول ولكن البائس سعد ابن خاولة الصحابة الرسول كان بيدعي للصحابة المأسورين في مكة ان ربنا يفرج عنهم ويهجروا للمدينة متأخرين سعد ابن خاولة كان من من تقدم اسلامه مسلم من زمان بس ما هجرش مع الصحابة الاوائل اللي هجروا للمدينة حاضر بكرة طب عندي شوية ارتباطاتها خلاصها فمات في مكة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسي له البائس البائس سعد ابن خاولة انه هو مات اتأخر اتأخر واكتر حاجة دايما بتأثر فيه جدا في موضوع التأخر ده كلام حكيم ابن حزام حكيم ابن حزام رضي الله عنه الصحابي الجليل رأاه ابنه جالسا وحده يبكي وينتحب ينتحب يعني مش دموعه نزله خلاص لا بينتحب بصوت يبكي وينتحب فقال له ابنه سبحان الله ما لك ما لك ما يبكيك يا ابته قال يا ابني ده كان فيه اخر عمره قبل الموت مباشرة ودي اخطر المواقف اللي تبقى فيها الحاجات بتوجع بجد ما يبكيك يا ابته قال يا ابني امور كثيرة كلها ابكاني اما تيجي عند الموت وتفتكي الحاجات يعني لست ادراكة لها خلاص ما عادش ينفع تتعالج ما عادش ينفع تتصلح ما عادش ينفع تتعمل ما عادش ينفع تتعوض امور كثيرة كلها افكاني فتبكي تبكي تبكي انني انفقت اليوم ملء الارض ذهبا ما بلغت شيئا منها بيقول ايه والبطء اسلامي وتأخر اسلامي مما جعلني اسبق من ادب واحترام ما قالشي انه جعل ناس اقل مني يسبقوني مما جعلني اسبق الى مواطنة كثيرة صالحة يعني يعني في ناس سبقوني وعملوا حاجات لو انا النهاردة بزلت مال والدنيا دي دهب مش تطول حاجة من اللهم عملوه مما جعلني اسبق الى مواطنة كثيرة صالحة لو انني اليوم انفقت ملء الارض ذهبا ما بلغت شيئا منها هو ده شؤم التأخر لما تتأخر في حاجات بتفوتك الحاجات اللي بتفوتك دي لا تستدرك لسه امس لقيت يعني مش عايز اقول الاف بس عدد ضخم جدا بقيتلي ان انا لما قلت في الحلقة اللي فاتت ان احنا في الحلقة الربعمية وستاشر اللي جاي النهاردة في حلقة الربعمية وستاشر محتاج تسمع من الاول من نمرة واحد تدخل في الربعمية وستاشر ازاي الناس ما هتطبعا انا لسه اسمع الربعمية وستاشر اسمعهم في قد دي دول طبعا انا عامل ايه سبقت انت سبقت فاكتحت يعني الربعمية وستاشر لما يسمع كل يوم حلقة هيزلهم اكتر من سنة سنة ونصة ام فالشاهد ايه هنا ان لما بتسبق وشيك تستدرك الامر مش سهل امر مش بالبساطة اللي انت متخيلها ف بيقول ايه عشان برضو نعرف العل التأخره قال كنت كلما هممت بالاسلام نظرت الى بقايا من رجالات قريش لهم اسنان واقدار متمسكين بما هم عليه من امر الجاهلية فاقهدي بهم واجاريهم فلا تطاوعني نفسي ان اسبقهم الى الاسلام هل كنت شايف ناس كبار ابو سفيان والمطعم ابن عدي ناس كبار وبرضو عقول ما اسلموش فكانت لما بصلهم اقول لي هي دي الناس وهل اضر على الناس من الناس ملكش دعوة بالناس